اخوتي اخواتي السلام عليكم كديري اللبس عليكم اتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي اليوم ما جبت لكم واحد الوصفة اللي كنكلوها في العيد الكبير وحتى ابنا غير العيد الكبير هي طاجين بالكبدة ومن المشرملة وبلاستومات اللي كيجي اكتر من رائع وصدقونا لبنات هاد الوصفة من هاد الكبدة هدي ما فيها شر الريحة ديال الزفورة والطريقة باش نحيد هاد الريحة ديال الزفورة ديال الكبدة اعطات هاني واحد سيدة اللي يذكرها بخير كانت كطيب في الاعراس وفي المطاعم الكبرى وبقت عندي معتمدة وبغيت نتقسمها معاكم في هاد الفيديو كيما قلت لكم هاد الطبق هادا كيجي اكتر من رائع وطريقة ديال تحضر دياله سهلة وبسيطة ورفقته بواحد صلطة خفيفة صلطة درتاش حال اكتر من مرات صلطة مغربية ديال الخص والمطاعم والبصلة والخيار وزد واحد العنصر اللي هو خيزه فسيدتي انتمنى تابعي الفيديو حتى الاخير باش شوفي السر ديال هاد الطبق هادا والمراحل اللي كي كتمر منها هاد هاد الوصفة وكذلك بالنسبة للسلطة اللي كتجي اقتصادية ولديتا في نفس الوقت اول حاجة لبناتي انا جبت هناها واحده طنجرة درت فيها الملكة اللي غدي يكفيني هدي الكبدة والسر ديال نكهة ديال هاد الكبدة هنا يا هاد المنسيمات عندي واحد الحبه 드�يل الهيل واحد جيوش طرن شتنتها سيترون واحد جيوش حبه ديال الرند واحد الحبه كبيرة او زج حبه ديال الطم ديال اللي درتهم بلقم عطيتهم ودرتك ها بالقشرة ديالها واحتى هذه الكميه البنات غدي تبقى حسب الكميه ديال الكبضة. غادي نخلي هاد الضنجرة حتى تغلق مزيان مزيان البنات. هنا يراني خليتها تقريبا عشر ديال دقايق حتى اطلق كامل هادك النكهات ديال هاد المنسيمات هادو. نتلقوا في هادك الماء. وعاد باش ندير الكبضة ديالي اللي نقيتها وقسمتها اطراف اه صغيرة ولا متوسطة اللي كل واحد على حسب دق دياله. ولكن غادي نخليهم غير من دقيقة حتى لزوج دقيق لا غير. وغادي نصفيها. هنا في واحد طاجين ولا تنجرة ولا طاول مهم فشكة طيبة سيدتي. غادي نديري زيت زيتون مع الزيت العادية. هنا در زيت زيتون خالط مع الزيت العادية. وضفت لهم واحد البصلة صغيرة اللي اه رققتها مزيان في الهاشوار. وغادي نخليها تقلى. اه تقلى في هاد في هاد زويتها هدي. غادي نضيف لها الورقة ديال الرند او سيدنا موسى مع شوية ديال القصبر والمعدنوس. وغادي نقليهم جميع. وحتى هاد 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 ورقة سيدنا موسى كما قلت لكم سابقا من اللي كتقليوها مع القصبر والمعدنوس والبصلة حتى هي كتلق واحد لنكها زوانة البنات. هنا من اللي نزلت للبصلة غادي نضيف لها هادك الكبدة اللي كنت اللي صفيتها ورلتكم قبل كيفاش نسمتها بعدو كل ما نسمات. وغادي نخليها تقلى اه مع هادك مع هادك البصلة هادك. ومن بعد اخواتي غادي نضيف لها اه توابل. توابل هنا عندي شوية ديال الملح شوية ديال القصبر حبوب واحد شوية ديال الفلفل احمر شوية ديال الكمون شوية ديال التوم غبرة او بودر شوية ديال سكين جبير الخرقوم واحد شوية ديال الفلفل الاسود. آآ غادي نديرهم على هاد الكبدة ديالي هاد مع ديك البصلة. وغادي نزيد نخلي هادك الكبدة تزيد تنسم وتقلى مع هاد التوابل حتى تندمج معهم. ومن بعد غادي نزيد آآ غادي نزيد آآ غادي نزيد غادي نضيف لهم البنات واحد واحد شوية ديال آآ آآ سيطران او العفوان هادك الليم المرقد واحد نص حامضة غايدك اللوب ديالها والقشرة غادي نخليها لتزيين. وغادي نخلي الكبدة ديالي تشحر من عهد توابل مع هاد الحامض آآ مزيان مزيان حتى تشرب كامل هادك هادوك آآ منك هادية التوابل وديال ديال ديال الحامض. ومن بعد ضفت هنا يا واحد زجمات تشات آآ حكيتهم وضفت لهم شوية ديال السيستومات لما عندكمش تضيفو شوية ديال هادك المطشة ديال الحك. والبناتو هنا يا كنت ما ما سبق وما قلت لكمش باللي حيتو حد نص كاس ديال الماء قبل ما نحط الكبدة في هادك الماء اللي غليتو بالمنسيمات. تحيدو واحد شوية ديال الماء اللي بغيتو تزيتو تمرقو هاد طاجين. يعني قبل ما تحطو الكبدة. الماء اللي حطيتو هاوز زيتو عادك الماء غادي تهزو حتى الريحة ديال السفورة. انا غاحت هزيتو قبل. هنا غادي نخلي الطاجين. ديالي غادي ندير في غير قياس ديال دا كل ما. وغادي نضيف له واحد شوية ديال زيتون الخضر اللي قطعتو هاكا رقيق. وغادي نسد عليه ونخليه حتى الطيب كي ما كاتعرفو. الكبدة ما كاتخدش طويل. بالنسبة البنات للسلطة هنا يا عندي شوية ديال الخص اللي غسلتو مزيان. وقطعتو شوية صغير كي ما كاتشوفو. وهنا عندي شوية ديال الخيار شوية ديال مطاشة وشوية ديال بصلحته هما مقطعين قطع صغيرة. وضفت لهم هنا واحد الجزارة اللي محكوكا في الحكاكة الغلادة. وبالنسبة فينيك غات عندي هنا يا شوية ديال الزيت العادية شوية ديال الملح وشوية ديال الحامض اللي مضربة مضربة مزيان. وغادي نضيف كي ما كاتشوفو. على هاد الخص هاد الخيار والمتيشة والبصلة. البنات تقدروا تزيدو الزيتو اللكحل او الخضر تقدروا تزيدو المايز. تقدروا تزيدو اي حاجة عندكم في البيت ديالكم وبغايتو تضيفوها لهاد. لهاد السلطة هادي. هنا كي ما كاتشوفو. وخلط جميع العناصر. وغادي نضيف لهم هادك هادك الفينيك غات ديال العادية ديال الزيت والملح والحامض. ولكن السرحة والتاني في هاد هاد باش ديكم زوينة خسكم تضربوها مزيان مزيان. بدي نخلط الخليط ديالي كامل. وغادي نخليها حتى حتى نقدمها مع طبق ديال ديال الكبدة. وهذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال التاجين ديال الكبدة اللي زينته بشوية ديال الحامض لمصير مع رفقته مع هاد سلطة هادي للعادية والاقتصادية واللذيدة في نفس الوقت. نتمنىك سيدتي لاجبك الفيديو تقسمه مع الاخوات ديالك مع الصديقات مع الاحباب مزيدا من الدعم اخواتي وإلى لقاء آخر بحول الله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر